الوقف الإسلامي في العراق واقعه وأثره في خدمة المجتمع والمخاطر التي تهدده عنوان ندوة نظمها القسم السياسي بهيئة علماء المسلمين متناولة قضية بغاية الأهمية تتمثل بالموقف الشرعي والاجتماعي والقانوني للأوقاف الإسلامية في العراق مرحبا بكم في هذه الندوة التي يعقدها القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين والتي جاءت لتسلط الضوء على قضية في غاية الأهمية وهي قضية الأوقاف الإسلامية قضية تتعلق بالجانب الشرعي والاجتماعي والقانوني في العراق تضمنت الندوة محورين تناول المحور الأول عرضا لتجربة عملية في إدارة الأوقاف ورعايتها الموصل نموذجا للدكتور إدهام محمد حنش مدير أوقاف الموصل سابقا الشيء الأول اللي سويته أنه عملت على توحيد البنية الإدارية والتنظيمية لمحافظة نينوة للأقسام العاملة في محافظة نينوة والتوجه نحو الاستثمار المطلق لواردات الأوقاف وتنشيط صندوق الزكاة والصدقات إلى مستوى من صفر إلى مليار وأربعمائة مليون دينار في أيام الحصار وتعرفون قيمة هذا المبلغ في أيام الحصار كان مبلغ هائل جدا وسعينا إلى أن نقيم عدة مؤسسات كبيرة لخدمة الوقف وتنظيم الوقف واستثماره أما المحور الثاني للندوة فتناول طبيعة الوقف وأثره في خدمة المجتمع والمخاطر التي تهدده للدكتور مثنى حارث الضاري رئيس القسم السياسي بهيئة علماء المسلمين هناك صراع سياسي هناك صراع تاريخي هناك صراع اجتماعي هناك صراع ضاري في موضوع الأوقاف يلقي بظلاله على ما يجري الآن من صراع على الأوقاف في العراق إذا نظرنا إلى تاريخ الوقف سنكتشف أن الوقف مؤسسة عارقة وليست مؤسسة إسلامية فهي موجودة قبل الإسلام أمثلة وشواهد كثيرة لها وإن لم تكن بنفس الدرجة من التطابق والتشابه فضلا عن التشريع الديني الذي أضفاه الإسلام على هذه المؤسسة كانت موجودة عند البابليين كانت موجودة عند المصريين كانت موجودة عند الرومان بل هي داخلة حتى في القوانين الحديثة في القوانين الجرمانية والقوانين الإنجلوساكسونية بل حتى في الولايات المتحدة الأمريكية هناك نظام لا يسمى وقفا وإنما يطلق عليه اسم آخر يعتمد نفس تقسيمات الأوقاف الموجود تقسيم الوقف الظري والوقف الخيري وما إلى ذلك إذن كل دول العالم تعتمد نظام الوقف وهو حبس رقبة هذه الرقبة قد تكون أرض أو عقار يعني شيء غير منقول وهناك رأي آخر طبعا وقف المنقول فيه كلام هذا الحبس من أجل تحقيق مصلحة اجتماعية عامة بغض النظر عن كون هذا مسلم أو هذا غير مسلم صراع طويل مرت به الأوقاف الإسلامية في العراق بين الحكومات والإدارات التنفيذية وإدارات الوقف في محاولة لتصفية الوقف بأي طريقة وتمثل الصراع بسحب وتحويل الأوقاف من رعاية وإدارة مباشرة إلى رعاية فقط وإدارة من السلطات وتحولت بعد عام 2003 واحتلال العراق إلى مسألة طائفية تحويل الأوقاف